يتوجه وزير الخارجية سامح شكري إلى نيويورك للمشاركة في جلسة وزرية لمجلس الأمن بشأن غزة ضمن وفد اللجنة الوزرية العربية الإسلامية قررت رئاسة الصينية لمجلس الأمن عقد الجلسة لاستعراض الموقف العربي والإسلامي الداعي إلى وقف الحرب في القطاع ومطالبة مجلس الأمن بتحمل مسؤوليته للدفع باتجاه الوقف الشامل لإطلاق النار ووقف الانتهاكات الإسرائيلية للقانون الدولية والقانون الدولي الإنساني فضلا عن مطالبة أعضاء المجلس بالموافقة على اعتماد مشروع القرار العربي الإسلامي الخاص بإنفاذ المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة دون أي تعوائق وبشكل كاف ومستدام